موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم إلى الموجزة الرياضية تغلب منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم على نظيره اليمني بثلاثة أهداف مقابل أهدافين وذلك باللقاء الذي يقيم بينهما مساء أمس على استاذ مدينة خليفة الرياضية إذ تأتي هذه المواجهة في إطار التعضيرات لخوض بطولة كأس آسيا لمنتخبات الشباب التي ستستضيفها مملكة الوحرين حيث استغل مدرب منتخبنا الوطني عبد العزيز عبد المباراة الأمس من أجل الوقوف على مستويات أغلب اللعبين قبل خوض الاستحقاق القرية الهامة والذي بات غريبا من إقامته في البحرين